ما بين السماح بإلغاء أو خفض غرامات التأخير إلى إقرار تعويضات للمستثمرين ممن واجه بعض العقبات الاستثنائية أثناء مواصلة مشروعاتهم تأتي حزمة التسيرات التي أطلقتها الحكومة المصرية للمصنعين والمستثمرين وسط حالة غير مسبوقة من التقلبات الاقتصادية محليا وعالميا ليتم منح جميع المشروعات الصناعية التي تأثر برنامجها الزمني بهذه التقلبات مهلة مجانية تتراوح ما بين أربعة أشهر ونصف إلى ستة أشهر قرارات يصفها الكثيرون بالضرورية لدفع عجلة الإنتاج مرة أخرى بعد أشهر من التعثر جراء الضغوط التي فردت على عمليات الاستيراد ما حدث في مصر المرحلة الماضية كثير من البضائع وكثير من الخامات المستوردة من الخارج اتأثرت بعدم خروجها من المواني نتيجة عدم توفر العملة الأجنبية ولكن لقينا أن الحكومة والدولة تدخلت وبدأت تحل هذه المشكلة وتأتي هذه القرارات تزامنا مع تأكيد رئيس الوزراء المصري انتهاء أزمة البضائع المحتجزة بالموانئ ما يره البعض بارقة أمل لقطاع عريض من المصنعين حيث تستحوذ المستلزمات الصناعية على 56% من هيكل الواردات المصرية فيما يرى البعض الآخر أن الصناعة المصرية لا تزال تواجه عددا من التحديات وفي مقدمتها تعدد المراحل الإجرائية والضريبية لازم النهاردة تبدأ تتحرك في كل المحاور الكبير اللي عنده عصارات أو اللي عنده مشاكل إجرائية لا بد أن تنتهي ما فيهاش دي مش كلام قابل للنقاش سواء بقى تنتهي عن طريق الرخصة الزهبية سواء اديره صلاحياته أنه يبدأ يشتغل النهاردة حتى لو ورعه مش كامل لا يشتغل يعني إذن المحور بتاعك الرئيسي تشغيل وفي وقت سابق أعلنت الحكومة المصرية إطلاق مبادرة لدعم القطاعات الإنتاجية بتمولات تقدر بنحو 150 مليار جنيها وفائدة بقيمة 11% وذلك في محاولة أخرى لاحتواء الضغوط التي ألمت بقطاع الصناعة ما قد يسهم في تحقيق مستهدفات مصر لنمو صناعي يصل إلى 8% بحلول عام 2026-2027 ألاء سند سي إم بسي عربية القاهرة